بأدنى النسب والأحصايات لانتخابات مجالس المحافظات أعلنت النتائج الأولية والطريق نحو الخطوات القادمة يشير إلى أن تشكيل الحكومات المحلية سيطول قليلا خاصة في بغداد فهي تحتاج إلى تحالفات بين الفائزين بعد تصدر تقدم القائمة أما الأنبار وواسط والبصرة فهي محسومة للفائزين بنسبة أكثر من النصف لغاية الآن واضح جدا أنه لا توجد سيطرة على المحافظات تقدم حصلات على تقدم مريح في محافظة الأنبار لكن في بغداد معروف أن هناك تعالفات ستكون هناك تعالفات وبالتالي أنا أتوقع أنه سيطول تشكيل الحكومات المحلية لأن أغلب القوى السياسية خصوصا في بغداد والمحافظات الجنوبية لم تحصل قائمة على 50 زائد واحد باستثناء البصرة وأيضا ربما في بعض المحافظات كالأنبار ما دامت هناك لغاية الآن محاولات لتحسين الواقع الخدمي أعتقد أن الأمور تحتاج إلى مزيد من المباحثات والحوارات بين القوى السياسية لأن مشروع المحاصصة لا زال يستمر في إدارة مؤسسات الدولة والحكومات المحلية يتطلع المواطن إلى واقع أفضل لبغداد بعد أن أعلنت النتائج فهو يرى أن تقدم سيقدم له الخدمة وسيغير واقع الحال إلى الأفضل بعد وصول يده المجربة والمعروفة إلى مجلس محافظة بغداد التقدم طبعا عنده الشعبية قوية بالأنبار وبالبغداد والتقدم يشتغل بالأنبار عمل حزب متقدم يعني على اسمه والله إن شاء الله مثل ما عمل بالأنبار يعمل بغداد هذا اللي رجع من عداني الزين يخلون إيج بيج وعملون انتخبت تقدم قرامة محمد الحلبوسي يعني يسوونه عمار وإن شاء الله لديه مثل همبار واحسن تقدم واحسن تقدم بكت الله سبنا فرد شيء يساعدنا الأممات تشتغل العالم تشتغل التعمير يعني خوش شاء الله تشتغل مثل الرمادي شو نسوها شوارحة وبيوتها وماشاء الله كرباء أعوام من توقف عمل مجالس المحافظات لا بد أن يستأنف بقوة وإرادة حقيقية في إرضاء الشارع فالمواطن اليوم يقيم ويفرق ما بين المجربين بوعودهم الفضفاضة والمجربين بعملهم على أرض الواقع بالإعمار والبناء عمار غسان قناة الرشيد